فيسبوك كده. اريد بنوصلك. جدا. اتفقنا. انا هامشي الفيسبوك. لغاية السير ويبدو انه ما اجا. ايوة اه اجا. اعمل شير. تمام. اه اعمل شير واعمل عام. جدا كان ممكن نبدأ اذن. طيب بسو moloholoh� السلام عليكم ورحمة الله تعالوه وبركاته. مرحب بكم خير. في جلسة جديدة من سلسلة سيكولوجية الزول السوداني مع الأستاذ محمد جيد hö faенные. محسوا экран ووا regulate والاجتماع. آه بكان في اربعة حلقات سابقة اليوم. حلقة اليوم بعنوان المدنية في السودان. مدني. م그렇ussen مدنيا هياه الشعر. نعم. السواء محمد جوالدي مرحب بك. أهلا 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 بك وتحية مجددة للناس المعانا ومتابعيننا وفي كل الأحوال يعني التسجيل بيكون للتداول لقدام ونتشاور مع بعض ونحن قلنا في الوقت الحاضر وجميع الحلقات دي هي توصيف وتحليل للحالة وتفسير أيضا للحالة وفي المستقبل ممكن كلنا مع بعض نفكر في منافسته للحلول والمعالجات يعني نحن قلنا حديثنا دا بنأمل أنه يكون حديث عملي وحديث يعني مش بس يعني توصيف وتحليل وتفسير للحالة إنما خلال ذلك بنسعى إلى أنه نجد الحلول للمعضلات اللي بتواجه بلدنا وبلدنا في الأغليم كلنا بنعلم في أغليم أصلا فيه مشكلة يعني نحن موجودين في أكتر حتى في العالم فيها حروب أهلية في منطقة الغرن الأفريقي وأخيرا أضيفت لها كمان يعني شعوب في الأغليم زي ليبيا وزي سوريا وكلنا بنعرف يعني صراعات عنيفة جدا برضو في مالي وفي النيجر وكمان دائما كان في حروب وكان في مجاعات في الغرن الأفريقي وبنسكر الصومال طبعا وبنسكر الحروب الدارت كانت بتدور في أسيوبيا والاشقاغ الحصل بين أريتريا وأسيوبيا يتحولوا إلى دولتين قبل السودان يتحول إلى دولتين وبنعرف برضو المجاعات اللي بتضرب يعني الغرن الأفريقي لحسن الحظ إن السودان في معظم الأوقات كان في منأة عن المجاعات المباشرة إلا بسبب الحروب أو الجفاف والتصحر مثلا الضربة السودان سنة الثلاثة وثمانين منطقة شمال كردوفان تحديدا لكن في الحتة دي بقول بأن السودان عايش في أكتر منطقة في العالم فيها نزاعات وفيها حروب أهلية وما زال يعاني لغاية الساعة نحن خرجنا من الحرب بتاع جنوب السودان حرب الشمال والجنوب وراحوا فيها ضحايا أعداد كبيرة من الجانبين ويعني في النهاية أدت إلى النتيجة المحددة بانفصال البلاد ولكن الحروب يعني ما تزال إلى مجيء عهد السورة كان السلاح والزخيرة والطيران الأنتينوف مدور في عدة مناطق في السودان وتحديدا في الجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور طبعا وكمان برضو يعني صدامات في الشمال الأخصى زي مثال لها كجبار وصدامات في البحر الأحمر معلومة وتحدثنا عنها في المرات الفاترة نحن مجتمع يعاني نحن دولة لغاية السيع ما صنعت نفسها ولغاية السيع للأسف ما مشت في الطرق بتاع الحضارة المأمول والمتوقع لشعب عظيم ومتنوع ومتعدد وعنده كوادر مؤهلة وإنه جامعة حرطوم من أول الجامعات الأنشأت في المنطقة يعني من أوائل الجامعات من السودانين تأهلوا عندهم كوادر كثيرة تأهلت وساهمت في نهضة بلدان حولنا في الأغليم معلومة ولكن نحن ما نزال عندنا مشكلة إذن بعد هذه المقدمة أرجع للموضوع وقلنا موضوعنا الليلة حنعايل لكلمة مدنية وتحديدا يعني حنشوف في النص حنحاول نلقى تفسير للهتاف أو الشعار البنادو بالشباب بعض الشباب وبنسمعوا في المظاهرات وبنسمعوا لغاية السيع مدنياو مدنياو يعني شنو مدنياو يعني شنو مدنية وعلاقة شنو بالإطار الكل بتاع الدولة وشعوب السودان وعلاقة شنو بالصراع دي حتة مهمة جدا جدا عندنا بحث قردي اسمو الإنسان والمتمع والدولة نحو أفغ جديد يعني هو بحث قديم أنا برضو حاستند عليه في تفسيري لشنو يعني مدنية وشنو الهتاف مدنياو ولكن قبل ما نمشي لكده حاجة متعلقة هحاول أختصر بشكل مقتضب أقول يعني ملخص للحلقات للحلقة الماضية تحديدا الحلقة الماضية ويعني حاجة تاني كمان حاجة فنية في الحقيقة أنا مرات كثيرة جدا ده ما الستايل بتاعي يعني ده ستايل اخترعته خصيصا عشان عشان الحلقات بتاعت الزول السوداني ولأن المسألة معقدة مرات كثيرة بتحدث بسرعة وبحاول أستغل الزمن في أني أرشح أكبر قدري من المعلومات التي أعلم أنا بابتكر مرات دي بتكفع نفس الناس خصوصا ما في فواصل ولا في إعلانات في النص ولا في أغاني ولا في موسيقى مرات عندي إحساس إنه السر دي بالطريقة دي ممكن يكون يعني المتابعة بتاعته بتكون صعبة لذلك غررت يعني شنو أوطي التون يعني أتحدث بهدو أكثر بطريقة أكثر هدوءا وأحاول أنتغل من المحور إلى المحور البعديه يعني بهدو زي ما قلت المرة الفاتت المرة الفاتت تحدثنا عن إنه هناك ثلاثة بنى أساسية هي بتشكل الواقع السياسي والاقتصادي والتجاري وبتشكل هياكل الدولة في السودان وبتشكل مخيالنا كمان عبر إرسها الأدبي وقلنا التلاتة دي كانت حدثنا عنها باستفادة المرة الفاتتة ولكن أنا نسيت حاجة المرة الفاتتة ليه الدولة نفسها نحن تحدثنا عن المحور الأول المكون الأول الدايمينشن الأول اللي هو شعوب السودان وقلنا شعوب السودان دي بالإضافة إلى تأثيرات الكثيرة عندها برضو أدبة وعندها شعرة وعندها فنونة وعندها حكمة ده معلوم تحدثنا عنه المرة الفاتتة باستفادة والبنية التانية هي بنية الروحانية بنية الغيب وقلنا سنامة هو الفرق السوفية وده برضو كمان عندها أدبة وعندها فنونة وعندها رغصات وعندها كلات الشعبية زي ما الأولى برضو عندها شعوب السودان يعني إرس كسيف جدا تحدثنا عنه وكان إرس دايما الاستعمار مضضي ليه ودايما الاستعمار بحاول يقلل من شأن شعوب السودان ويقلل من أدابة وفنونة ومرموزاتها جميعا لأسباب المعلومة وبعد ذاك البنية الثالثة والأخيرة هي بنية المدنية شفت كيف دي اللي نحن بعد شوية حتركز عليها بنية المدنية دي برضو كمان هي بنية حديثة جاءت مع الاستعمار دائما يعني الكيارات الحديثة عموما دخلت يعني بلمسة خفيفة مع العهد التركي ثم بعد ذاك توططت أكثر بدخول الإنجليز وإدخال كمان للمدنية الحديثة والحداسة بشكل واضح وكسيف جدا عمل هزة عنيفة جدا في المجتمع السوداني في آوانة وهنا نحن بنتحدث عن المشاريع الكبيرة السلق حديد ومشروع الجزيرة والترماي كان في الخرطوم ومدرمان وكان يعني مشاريع عديدة جدا والخزانات على سبيل المثال السنار وجبلوية كان في نهضة اقتصادية كبيرة جدا أدت إلى تشكيل يعني طباغات اجتماعية جديدة وأدت إلى تشكيل مخيال جديد وأدت إلى تخلق أدب شعري وغنائي وأدت إلى تخلق أنماط أدبية جديدة غير محوظة في السودان زي الرواية والقصة القصيرة دي أصلا غير محوظة في السودان أبدا يعني ما كان في ما كان في رواية وما كان في قصة قصيرة قبل دخول الإنجليز وبنعرف أنه من أول كتابة عن القصة القصيرة هو معاوية محمد نور الذي رحل في شبابه على روح السلام وبنعرف بعد ذلك كانت أول رواية امرأة أظن أول يعني رواية صدرت كانت سنة 1921 ثم بعديها يعني محاولات ضئيلة ثم جاء الطيب صالح بشكل أكثر قوة مؤخرا في ستين يعني بقول أنه البنيات القديمة القائمة على الحداثة التي تدخلها الإنجليز برضو عندها أدبة وعندها كمان رؤاها السياسية وعندها حزابة اللي مبنت على النغابات والمصانع الحديثة والمشاريع الحديثة والمؤسسات التعليمية الحديثة والخدمة المدنية طيب بعد ذلك في الدولة الدولة نفسها عندها بالمناسبة طبعا لأن الدولة منفلتة في كثير من المرات بتصطو عليها جماعة واحدة يعني الدولة عندنا في السودان ما ممثلة ما ممثلة للتنوع بالتالي هي ذاتة نفسها مرات بتصطو عليها جماعة واحدة بتصديقة بصبغتها زي ما حصل مؤخرا في عهد نظام الجبهة الإسلامية كان نظام مثلا معروف حزب واحد يعني خلفيته في حركة الإخوان المسلمين تلك الأيدولوجيا برضو اللي مبنت على اقتصاد الحديث كما قلنا في المرات الفاتح برغم أن نحن 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 نتحدث عن أيدولوجيا هي قديمة والحديث إنه أعضاء مستندين وكينونة مستندة على الاقتصاد الحديث وقلنا الخدمة المدنية والبنوك والخدمات والمعلمين والأطبة برضو والنغابات والجامعات ده معلوم وكذلك الانقلابات معظم الانقلابات هات حصلت العسكرية تحديدا كانت بتصبغ الدولة بصبغة محددة يبقى الدولة ذاتها لكن لازم نلاحظ معلومة مهمة جدا عشان نجيل المدنية إنه الدولة برضو كمان عندها موسيقاها وعندها أدبة يعني أنت عارف بأنه معلومة مهمة جدا الناس بتجاوزوها إنه في الحقيقة الأدخل الآلات الحديثة في السودان ما هو أي شخ غير الدولة يعني أنشئت حاجة اسمها سلاح الموسيقى سنة 1915 شفت كيف غناء الحقيبة الحديثة اللي استخدم بعض الآلات الحديثة أو جاب نمط حديث معظم الدارسين بقولوا وأنا على قناعة مناسبة بذلك إنه نشأ في العام 1921 بشكل واضح وسلاح الموسيقى دخل بشكل واضح أسس الجيش الإنجليزي التركي الباشوي مع بعض أسس الحاجة اسمها سلاح الموسيقى سنة 1915 وده سلاح الجيش يعني سلاح موسيقى الجيش وما زال غائم بالمناسبة بدي يكون بأسماء مختلفة بمرات مختلفة لكن دايما في سلاح الموسيقى زي السلاح الطب كده فالدولة برضو عندها نشيدة الوطنية ودغنة وعندها يعني موسيقاها حتى كمان لازم نفهم معلومة محددة هنا جدا منها موجه إلى الجيش يعني كان الآن يعني في البحث وهسي دي جدلية ما داريننا نغشها باستفادة لكن لاحظت بأنه سرور كان بغني للجيش وسرور كان دائما هو ماشي مع الجيش يعني الجيش موظف إلى حد كبير جدا فنان ومبدع الفنانين العظام بالتاريخ والملحنين العظام سرور وكان بصاحب الجيش العالمية الثانية في ليبيا وفي اليونان وكان موجود في مصر مرات كثيرة جدا وكان في مصوع آيام الحرض مع التليان وثم رحل على روح السلام في أسمر فنة 1946 يبقى الجيش عنده موسيقى عنده أدب أو هو برضو بيستخدم الأدب للترفيخ ولتعبئة الناس في إنهم ينتجوا ويبدعوا بما يواكب الخطط بتاعة الدولة وكانت الوقت ذاك مؤكدة الدولة استعمارية وكان الهدف الأساسي بتاعة هو توفير فائض للإمبراطورية ما يسمى بالإمبراطورية العزمة يعني توفير فائض اقتصاد طيب طيب بعدين الناس كثيرين جدا حتى جديدة بالملاحظة الناس كثيرين جدا بيوتهشوا دهشوا عندما ده عنده علاقة بالمدنية لأنه حدث أنه البنية بتاعة المدنية المرات بتصطو على الدولة والبنية بتاعة المدنية هي بنت على الحداسة اللي جابوها الإنجليز قلنا بالتالي الغنى برضو كانت الدولة معادية لفنون لذلك الدولة شجعت النمط بتاع الحقيبة ولم تشجع النمط بتاع الحقيبة كله يعني الحقيبة دي اصلا كلمة حقيبة دي عملة يعني الكلمة دي اخترع الراحل صلاح الزول اول جدم الحقيبة وقدم من لندن ما تقدمت من إزاعة السودانية اول من قدم جدم من لندن لإزاعة الجسم العربي في لندن ثم بعد ذه جاب السودان وكان في الحقيقة مش استوعنات بخطها ايوة الحقيبة لا ابدا صلاح عبدالسيد مش كده؟ لا لا صلاح محمد صلاح محمد صالح اظن او صلاح مش كده؟ ايوة ايوة محمد انا ما اسلي طبعا بتحدث من الزاكرة يعني الحاجة دي مسبة موجودة في البحث بالاسم لكن اسلي طبعا بتحدث من الزاكرة مرات الزلمة بيستحضر كل الاسما وكل التفاصيل للأسف لكن هو كان في الحقيقة كان بدك هو على الحقيقة يعني الشمطة يعني ما كان فيها استوانات جدوها لكن الحدث ان دي حاجة دي رمزية بس لانه النمط الشعري ده ما كان عنده اسم يعني جميع الألماط الشعرية في السودان بتاع الشعوب السودان ما سمي باسم ولغات اسم موجودة ولغات اسم تمارس في ارض الواقع زي الحماسة والمناحة والدوبيت والمسدار وغنا البنات والطنبور والاخر وغنا برضو عندها رغصات المصاحبة زي العرض والفقرية وزي الرجيس بتاع الرقبة الوزين بتظيره عام وزي اشكال كثيرة من الرغصات الشعبية دي كلها الاشتعمار الأول والاشتعمار الثاني كانوا ضد آداب وفي نون السودان لأنها كانت دائما معظمة داعي للحرب داعي للحرب ضد المستعمر داعي للثورة داعي للتمرد دائما فيها احساس بالعزة قلنا المرات الفاتت دينا نمازج نحن ولاد بلد نقعد نقوم علي كيفنا في لقى في عدم دائما مقدر صيفنا نحن بقرز بنملاه بنكرم ضيفنا ونحن الفوق رقاب الناس مجرب شنو صيفنا شفت دا شعر زي داش دي شعر رهابي شعر رهيب الشاعر الشهيرة هي موجودة في سودان الحديث في الحبوبة يعني كتبت قصيدته سنة 1908 بتريد اللطا مصد القدادة الزم هزيت البلد من اليمن للشم الكفر النجوس ما بيخت من اللوم يعني دا جزء من المقاطع يعني بقول لك انه ادب وشعوب السودان عنيف وقوي وداعي للاستغلالية وداعي للعزة لازم كان الاستعمار يقوم ضده ويحاول يجد له بدائل شدوله ركف فوق مهرك الجماح درغام الرجال ماهو الفافنوس ماهو الغليد البو صحي على سيف البحدة الروس يعني الشعر عنيف قوي وفيه توريات وفيه اشكال فنية ظاهرة جدا وغيره يعني دا مجرد امثلة وهو يعني شعوب السودان ما عندها بس شعر قنائي انما عندها انواع وانواع كثيرة من الشعر اللي هو في الحقيقة الوظيفي من اجل الحرب ومن اجل توطيض السلام ومن اجل الزراع ومن اجل الحصاب وشعائر الموت والجنازة وقلنا انه مثلا اغاني المناحة وده اسم برضو فوشة التحقير في الحقيقة هي اغاني الرساء واغاني الحماسة في الحقيقة ممكن نسميها اغاني الفروسية يعني دي ضاربة في القدم يعني مش حديثة عمرها تلتمية واربعمائة والف سنة اقدم من كده وقلنا المرة الفاتت انه الاهرامات الموجودة في الشمال فيها يعني اسكالا هي مدفون جواها الملوك والفرسان والشيوخ بتاعنا الزمن دا وقلنا هي بتشبه الغباب وانه جواها في الحقيقة في الرسومات بتمجد الناس الرموز الموجودة داخل الغبور دي يعني هي نفسها دي اغاني حماسة بتاع الزمنة بالتالي هذا الارث عظيم جدا وكبير جدا عمل الانجليز على طبعا على ابعاده وعلى تشويه صورته وعلى استحقاره وعلى سد المنافذ ليه عبر الصحوف والوسائل الإعلامية الحديثة اللي استحدثواها الانجليز او جات معاهم لاحقا زي الإزاعة والتلفزيون مثلا ما كان مستبعد طبعا شعوب السودان بتمارس حنونة وآدابة وحكمته في الواقع وبتمارس تمردة على المستعمر في الواقع وبتعمل برضو تصالح معاه في أرض الواقع ولكن كانت معظم الوقت المنافذ مسدودة على آداب وحنونة السودان ثم قلنا جاء شعر الحقيبة الانجليز شجع نسخة أنا بسميها الزجلية واللي قيت إنه تنتمي إلى زجل العهد المملوكي والبلخبط الناس يقول لك إنه الحقيبة دي في الحقيقة أصلا هي مجارة للمديح ومجارة لشعر السافي وإلى آخره الكلام دا ما صحيح وصحيح من ناحية أولا ما صحيح لأنه في الحقيقة الحقيبة ككتلة واحدة هي ما كلها زجل دا البلخبط الناس الزجل منه ممكن يكون 30 إلى 35% وده معظم الشعر الغنى هو سرور تحديدا لأنه سرور مرات كثيرة جدا قلنا بغني للجيش والجيش دا مكوم من شنو؟ مكوم من يعني الموظفي الحكومة العسكرين بالتالي هم ضد آداب شعوب السودان بالتالي كان سرور بغني النسخة الزجلية بس من الحقيبة نفسها يعني سرور مثلا ما بيردد للجيش التالبيت مثلا اللي هو الضراضي ولكنه بيردد نسيم السحر مثلا بلا نسيم السحر يعني شوف أجواه كيف وبردد اللي هو الضراضي نفسه مثلا يا مهفهف يا لدن يا أملدن شفت الكلام دا كيف يعني دا النمط الزجل عنده كلمات مفتاحية محددة محددة مرجعية في الزجل الأندلسي والكلمات اللي بتتردد دائما في الغنى الزجل من الحقيبة لا توجد في الشعر السوداني بل وفي كمان كلمات مفتاحية منها كثيرة لا توجد في الشعر العربي على وشل إطلاق ذي كلمة يا إنسان يعني يا إنسان دي لأن نصلا كان في الأندلس وقلنا الزجل انتشر من الأندلس وبعد من هارت كمان برضو انتشر في كل أنحاء الوطن العربي وما زال هناك نسق زجلية كثيرة تمارس في المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر ولبنان والعراق في الجزائر مثلا غنية جدا بالزجل وعنده أنواع مثلا المألوف والصنعة والحوزي والقومة لكلها أشكال من الزجل الزجل دخل السودان بتشجيع من الإنجليز النصة الزجلية من الحقيبة لأنه شعراء الحقيبة نفسهم البلخبط بعض الناس أنهم جاروا أنماط من قصائب وغناء الزجل الأندلسي تحديدا زجل العهد المملوك قلنا في البحث وإنه في الحقيقة هم برضهم لكن أنتجوا أنماط أخرى بتشبه المديح فعلا زي ما قلت ستة البيت وزي الأسكلة وتحلة وزي مثلا العبادي كتب أربع خمسة قصائب بزجل لكنها قوية جدا زي بردليك المولى الموالي لكن العبادي نفسه جار شعراء السافل ولكن الشعر جاره من شعراء السافل لم يغنيه أحد يعني بشكل واضح وده واحد بعد ذلك العبادي نفسه طبعا أنتج كثير حتى المسرحية وأنتج قصيدة زي أهل الهمة دي برضو ما زجلية لأنه اللغة بتاعة السودانية غحة ولا تمتسل الكلمات المفتاحية بتاعة الزجل وقلنا أنه الحقيبة هي ثلاثة أنواع النوع الأول هو الزجلي منها ودلغناه سرور تحديدا وسرور لم يغني قلنا المرات الفاتت لمثلا شاعر عظيم جدا لأنه ما في الجانب اللي هو خليل فرح أفندي لم يغني له سرور لأنه كان منحازل أطرف من الأطراف كانت حاكم السودان ليعز في هواك يغال أنه سرور في اللحظة المناسبة ما قدر يغنيها وهناك طبعا أغوال متضاربة في ذلك لكن أنا على قناعة بأنه حتى لو غنناها ما بقدر يغنيها للجيش لأنه كان معظم المرات بغني للجيش ثم غناء الحقيبة وشعر الحقيبة نفسه هو في الحقيقة دايما هو الغناء بتاع الدولة وفي سنة 1934 تم تكريم سرور نفسه وإعلانه عميد الأدب السوداني ويعنه بين غوسين يعني غناء الحقيبة فقط ولأنه سرور كان بغني غناء الحقيبة فقط وجزه الزجل فقط من الحقيبة لاحظ مهمة جدا ما الجزل بيشبه المديح وبيشبه شعار السودان الأخرى قلنا زي شوية إنما نمط طاني وإذا كان تم تكريم لسرور ولشعراء الحقيبة ولفناني الحقيبة سنة 1934 في عهد المستعمر في سنة 2017 أبريل 2017 تم تكريم رسمي دواسة الدوجارة السغافة والإعلام في ظل النظام السابق لشعراء الحقيبة وكان كل واحد فيهم خصصوا له ليلة ونحن هنا طبعا ما بنقول شي إنما هو كان في الحقيقة الديمنشن المدني يعني التكوين المدني من الصراع السوداني من التشكيلات السودانية نقولنا برضو بالشكل ميخيالنا دي عندها أدبة وعندها في نونة برضو المضادة لشعوب السودان ومضادة كمان برضو للمديح ممكن صاح تستلف منها بعض الأشياء لكن هي في الحقيقة كانت مضادة لأنه قلنا أصلا المدينة والمدنية والحداثة أدخلوها الإنجليز كانوا مضادين لشعوب السوداني ده كله عشان أجي لأنه يعني ده ملمح للصراع عشان نجي بعدين يعني دي مقدمة مني عشان نجي بعدين نقول مدنيا مدنياو يعني شنو مدنياو يعني شنو طيب لازم أولا ننتبه لحاجة مهمة جدا إنه كلمة مدنية دي فيها إشكالية كبيرة جدا وما يظن يعني البعض بأنها حاجة سهلة وبسيطة ومعروفة هي شيء هي حاجة معقدة جدا جدا وبعدين حنكشف بأنه عندها علاقة مباشرة بالصراع أولا مدنية في اللغة يعني مدنية من مدينة من مدني مثلا كلمة مدني مدني يعني الاسم ده جاي من إنه صفة من نزول ينتمي إلى المدينة المنور مدينة الرسول وبعد مدني بنعرف اسمها كثيرة مدني عباس مدني بنعرف اسمها كثيرة جدا في السودان من الناس المعروفين إنهم هما اسمهم اسمهم مدني يعني في اللغة في اللغة وفي الإصطلاح طبعا الإصطلاح شيء تاني اللغة مدنية دي كلمة عادية جدا ممكن نستخدمها بشكل عفوي جدا في اليومي ومدني طوالي مرات كثيرة جدا أن الناس بيستخدموه ضد العسكري يقول لك ده زول مدني أو حاجة مدنية يعني ما عسكرية يعني حاجة مغابلة مضادة للجيش أي حاجة مع جيش ده مدني دي حاجة مدنية بعدين القصة معقدة أكتر من كده يعني لما دخلوا الإنجليز وليقينا الكتابات يقول لك الإنجليز دخلوا التعليم المدني ودخلوا الخدمة المدنية والغضاء المدني طيب دي معادلة ليشنو؟ المدني هنا المدني دي معادل مضاد أو في مغابر الرسم يعني إنه كان قبل ما يجي الإنجليز كان التعليم خلاوي بالتالي دي بيقى دي خارجة الدولة دائما يبقى دي حاجة أهلية هنا مدني مضاد للأهل شفت كيف في حتة من الحتات مدني مساوية للأهل لكن المرض مدني يعني داك التعليم الأهلي وده التعليم الرسمي التعليم المدني الخدمة المدنية الخدمة المدنية مضادة برضو المرضي للعسكرية إنه هناك خدمة عسكرية مليتري سيربيس وفي سيفيل سيربيس خدمة مدنية وفي الغضاء المدني برضو في الحقيقة قبل ما إيجوا الإنجليز ويأسسوا محدهم درمان العلمي اللي هو برضو بيخرج هوها وبيخرج غضاء كان زمان في الغضاء كان الغضاء كان أهلي يعني كان الناظر أو الشيخ القبيلة بعين جماعة محددة هو نفسه بحكم يعني الحكم خارج إطار الدولة كان النظام كان كده في الحقيقة لما جاءوا الإنجليز برضو عملوا حاجة سموها القضاء المدني وده بيعني هنا هو القضاء الرسمي مضاد للقضاء الأهلي أو القضاء الشعبي بعد ذلك القصة بتتعقد أكتر لما نجي لكلمة المجتمع المدني نحن معاشين بالراحة بالراحة لشان نصل لمدنياو المجتمع المدني يعني شنو مجتمع مدني المرة دي القصة بتتعقد أكتر لأنه من هنا بيجي التباس كبير جدا إنه طبعا شي معروف جدا هنا في الغرب المجتمع المدني معروف جدا هو شنو المجتمع المدني كل حاجة بر الدولة يعني كل حاجة غير رسمية ده مجتمع مدني يعني جميع المنظمات والتكوينات والأشكال المختلفة البدور خارج إطار الدولة سواء كانت منظمات أي أن كان شكلها شنو أو تجمعات أو حتى أحزاب سياسية دي كلها بتعتبر مجتمع مدني أي حاجة خارج الدولة مجتمع مدني ولكنه واضح أن المجتمع المدني ده هنا إنه لأنه البنيات بتاعة الغرب يعني البنيات البتشكل بتشكل الواقع الاجتماعي في الغرب مختلفة عن البنيات البتشكل الواقع الاجتماعي عندنا نحن يعني هنا ما عندهم القبيلة وما عندهم الطائفة بمعناها الكلاسي هي لا توجد بتوجد كنائس لكن الكنائس دي هي مجتمع مدني نفسها منظم نظام حديث وبتوجد أشكال من أشكال المنظمات الدينية لكن هي بتسجل زي منظمات حقوق الإنسان بتسجل في الدولة عندها اسمين عندنا استيختن أو فرينيقين يعني استيختن معناتها استيختن معناتها فاونديشن بالإنجليزي وفرينيخين معناتها يعني رابطة ديمقراطية والاتنين يعني هما الاتنين مجتمع مدني جميع المنظمات الدينية وأشكال منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة كلها بتسجل في نفس المكان في نفس يسمى الغرفة التجارية ابقى المجتمع المدني هنا واضح جدا لكن لما نمشي السودان القصة دي ملتبسة جدا بالابد ابقى الناس طوال يعني يعني منظمات حقوق الإنسان منظمات المرأة منظمات البيئة النقابات الروابط الطلابية النوادي بمنظمات المجتمع المدني لكن في الحقيقة هنا في نفي لأنه في يماعات أخرى موجودة وفاعلة في أرض الواقع هي الناس نافية هذا جزء من النفي التي هي عشائر وقبائل السودان وهي طوايف السودان دي منظمات في الحقيقة مرات عندها أعضاء مسجلين في الورق ومرات ما عندها أعضاء مسجلين في الورق لكن هي منظمات فاعلة وناشطة وقعد تأثير في المجتمع تأثير مباشر وقعد خارج الدولة بالتالي هنا بيجي التباس كبير جدا وفي نفي ابقى المجتمع المدني نفسه في السودان نافي لنفسه لأنه البنيات القديمة والطبيعية دي منظمات في الحقيقة لكن بيتم نفيها دي جزء من النفي الكل اللي بيحصل بعد داك أنه في المدينة نفسها المجتمع المدني نفسه نافي نفسه يعني المجتمع المدني البنيات القائمة الحداسة لأدخلها الإنجليز طوالا ما نقول المدنية في السودان طوال الناس بيعنوا بوعي أو بلا وعي وده صحيح جدا البنيات اللي انبنت على الاقتصاد الحديث والتعليم الحديث الأدخلوه الإنجليز دي البنيات المدنية واللي تسلموها دايما الأفندية وأول يعني شكل من أشكال النغابات أو التجمعات المهنية الواضحة كان مؤتمر الخريجين اللي تأسس سنة 1938 وكانت كانت فكرة بغدوها جماعة من الأفندية في مغدمة وأظهر أحمد خير المحامي أحمد خير المحامي كان الفكرة بتاعته قال وخطبة الأساسية موجودة في كتاب أبو القاسم حاج حمد اللي هي قال فيها هم مغولة على الإطلاق أوريك النتيجة الأدت لها قال بإنه علينا نحن كأفندية وهنا بالأفندية بعن المثقفاتية والناس المتعلمين والتخرجوا من الكليات الحديثة الأنشواء الإنجليز علينا أن ننظم نفسنا وننظم نفسنا في المدينة وفي المدن كلها وعلينا أن نعمل لنا في روع في الأغالم وإذن في هذه اللحظة بهذا اللفظة في تلك اللحظة وحدها سيكون لنا شأن ودور في السياسة ده بالزبط اللي قاله وده ليه في معلومة مهمة جدا جدا لأنه الإنجليز كانوا مع العين الأفندية هم قال قال الكلمة دي لأنه مبنية على كلمة لمحمود حمد طه محمود حمد طه قال فعلا أنه سبت بأنه أحمد خير المحامي وهو شهيد طبعا من الشهود بتاع مؤتمر خريج جامعة خرطوم خريجي كلية غردون يعني المؤتمر بتاع المؤتمر بتاع الأفندية ده الشهير ده بالعمل تحولات كبيرة جدا في السودان محمود حمد طه قال معلومة مهمة جدا جدا قال إنه عندما بدأت فكرة مؤتمر الخريجين الإنجليز يمتنعوا عن تأييده وقالوا إنه وقفوه وقاموا قالوا لأبنائهم هذا اللفظ كده قالوا لأبنائهم لهم دير خريجي الكليات العملية والمدارس الكليات العملية وهم بيسموهم أبنائهم قالوا إنه ديل الناس نحن أبنان ديل ما من حقهم يشتغلوا في السياسة وفي المجال العام نحن أصلا أنتو عملناكم للخدمة المدنية ولي تديروا عجلة الدولة مؤسسات إدارة مؤسسات الدولة وإنه السياسة ليمين السياسة لزعماء الغبائل والطوايف لأنه ديل عندهم الجماهير وديل عندهم السي وديل الموجودين في أرض الواقع بالتالي الإنجليز كانوا شركاهم كده باللفظ الشركاء هم كانوا زعماء الطوايف وشعوب السودان وغبائل وشعوب السودان وطوايف السودان وكانوا بيفتكروا الأفندية ديل أصلا هم في الحقيقة ما عندهم دور لذلك لأنه ما عندهم جماهير بالتالي أحمد خير المحامي فكرة شنو وقل لكم أحمد خير الفكرة ده أدت لين وأدت به ذاته لين إنه أحمد خير المحامي عمل شنو قال بإنه نحن علينا أن نتمدد في الأغالين شفت كيف يعني إنه علينا أن نصل الناس نجند الناس وده بيحصل شنو إنك تمدد لهم التعليم الحديث وتعمل لهم شنو المصانع الحديثة عشان هم بعد ذلك يكون عندك فرع في الأرياف دي كيف ما بتقدر تعمل وساكل إلا إنك تعمل وعي جديد مضاد للطائفة والقبيلة ومن هنا بيجي الصراع اللحظة دي وفعلا إيه رأيك حاجة عجيبة جدا لما يعني في الأربعينات الإنجليز وبيطلب من الأفندية إنه حاولوا يمددوا المدارس الحديثة التعليم الحديث في السودان يعني التعليم المدني عكس التعليم الأهل الخلاوي كان الناس الريف معترضين بالمناسبة يعني كانوا معترضين والاعتراض ده قائم يعني حتى بوعي أو بلا وعي قائم على إنه فعلا إنه في الحقيقة إنه إيه تلمجيب المدرسة بتدخل مرموزات جديدة مضادة للقبيلة وإنه النازل بدخلوا فهم وعي جديد مضاد للبنيات بتاعة عشائر وقبائل السودان ومضاد للخلوة وبالتالي بيعملوا ربكة اجتماعية حتى كمان حاجة مشهودة جدا وهو مجرد مثال بس في المنطقة بتاعتنا عندنا جدا اسمه علي واتحامد سهير جدا ده المدرسة اللي كانت حتنشأ في منطقة تحديدا منطقة مرضى وتحديدا بالزبط منطقة المناطق بتاعة غرة منتمية الى الجعلين غرة الجعلين في جبلوليا الرجل ده وهو كان عنده القوة والسطوة العشائرية والقبلية منع المدرسة تنشأ في المكان المحدد من القرط من القرى المحددة وبعد ذلك قام زحوا المدرسة 5-6 كيلو من المكان المغرر في البداية في الحقيقة أنا اللي قدام الكلام ده شوف في الاربعينات لما جيت الأفكار ده كلها وركبتها مع بعض لقيت بأنه في الحقيقة الزول ده كان بوعي على حق لأنه عنده وعي بينه المدرسة ده أولا بتعصي الأولاد على آباهم وجدودهم وبتجيب لهم مفاهيم جديدة يعني هي مضادة للحياة الرغدة بتحت الرعي والزراعة التغليدية اللي هم عرفوها وهما ما محتاجين لمدارس حاسين بتخلي الأولاد برضو يلبسوا بناطلين ويشبهوا بالبنات ويستحموا كل يوم الكلام ده كله يعني مضاد للغيم بتاعت القبيلة لأنه قلنا المنظومة بتاعت قيم القبيلة والعشيرة معروفة وده ما كلام عبط الكلام ده عنده علاقة بالصراع كله لأنه انت عارف أنه أنشئت المدرسة في الأربعينات في الخمسينات أنه فعلا حصلت حاجة متششة جدا أنه الشباب اللي تخرجوا من المدارس دي لأول مرة في التاريخ جابوا زرّوب مبارك زرّوب الرجل المعروف الأصبح أول خارجي أول وزير خارجية للسودان المستقل ده فاز في الدائرة دي نفسها اللي بحدثك عنها دي وساندوه الناس القروا في المدارس دي شوف أنه المرموزات دي كلها في النهاية بتأدي إلى نتيجة عملية وأنه الجد في الحقيقة بوعيه اللي بيشبه لحظة تاريخية كان صحيح جدا جدا وجميع الحاجات اللي تنبأ بها تحققت إنه فعلا الناس دي كانوا بدل الجلابية بيقوا بيلبسوا البنطلون وبدل كانوا بيتسوقوا بالمسواك بتاع الأراك بيقوا بيتسوقوا بالمعجون والفرشة وبعد ذاك بيقوا بيتسرحوا شعرهم ويعني وكده يعني وبيلبسوا البنطلون والجد للمسال برغم إنه ما متدين إنما كان فارس ويشرب المريسة كل يوم وكان ما عنده مانع إنه الخلاوي تكون موجودة لأنه الخلاوي قلنا الطريقة الصوفية كانت دائما في انسجام مع العشيرة شفت كيف إنه جاء مبارك للروب وفاز في الدائرة دي دائرة شمال جبلوليا والناس تحولوا إلى التحاد الديموراطي معظم لأسباب تاريخية قلناه في المرات الفاتت في المنطقة دي تحديدا وللجزور العشائرية وكده بسعى الشلام دي ما هنتكلم عنه يعني اندي تير البقول شنو إنه في الحقيقة الفكرة بتاعت محمد خير المحام دي كانت فكرة خطيرة جدا اللي أن يتمدد أن تتمددوا في الريف أن شنو أن يتمدد الأفندية في الريف ويكسبوا شنو الرهان ضد العشائر ضد الشعوب وعشائر السودان وضد طواف السودان لكن هذه الفكرة في العموم فشلت فشل زريع جدا جدا وأدت إلى نتيجة مهمة جدا إنه هذا الرجل محمد خير المحام كان دار يتمدد ويعمل قاعدة شعبية في الحقيقة فشل إلى حد عظيم جدا جدا وفي النهاية أصبح أول وزير خارجية لأول حكومة عسكرية في السودان اللي هي حكومة عبود كل الوقت كان الوزير الخارجية في عهد عبود هو أحمد خير المحامي أحمد خير المحامي اللي هو مؤسس مؤتمر أفندية الخريجين اللي هي أول نغابة مدنية منبني على الحداسة أول مدنيا كانت المؤسسة دي يعني نغابة مؤتمر الخريجين وفي النهاية لأنه ليه مشى العسكر لأنه في الحقيقة أحمد خير المحامي كان مضاد لشعوب وعشائر السودان بالوعي الإنجليزي بالوعي يعني وطبعا ده هنا ما شج بالوعي المدني الجديد قول الجمعة الحداسة الإنجليزية كان مضاد للطائفة وللقبيلة وكان لبرالي أيضا الانقسامة الداخل يعني الموجود قلنا المرة فاتت في المدينة نفسه أحمد خير المحامي كان لبرالي دائما لم يكن إسلاميا ولم يكن اشتراكيا لذلك كان برضو في تضاد مع البنيات المدنية الحديثة النغابات الموجودة معه في المدينة نفسها كان في صراع وصدام معاها لذلك إنحاز لانقلاب العسكري لأنه ما عنده فرصة تانية ولما جاءت الانتخابات قلنا بمراطية فاز في دوائر الخريجين ثم جميع هذه الكيانات اخرجته من البرلمات دون أن يبكي عليه أحد ثم إنه هو رجل خطير جدا في تاريخ السودان الحديث في الحقيقة لكن الناس ما بتتحدث عنه كثير وما بتسمع به إلا شزرا ليه لأنه كان مضاد قلنا ليه مضاد للجميع ده الصراع يعني ده شكل الصراع لما نجي لمدنية هسا مدنية الصراع بالمناسبة بتاع الماضي والإشارات العملة محمد خير المحام بأنه يتمدد المدة يتمدد في الريف الحقيقة لم يكن مدنية إنما فرض بالقوة عبر الإنقلاب بتاع عبود إنه بعد ذاك تم إلغاء كيانات الريف العشائرية والقبلية السياسية وتم مرة الثانية يعني شنو استحغار آدابة وفنونة بشكل مستمر ثم جاء جاءت الديمقراطية ولم تعش طويلا وقلنا أخرجت المرة الفاتة تم أحمد خير المحام من البرلمان كما أخرجت برضو الديمقراطية نفسها الحزب الشيوعي من البرلمان للعوامل تحت الصدامة اللي قلنا إنه الشفيع عحمد الشيخ عمل مذكرة أول مرة في تاريخ السودان بحل الإدارة الأهلية وهو ينتمي للحزب الشيوعي فحصل يعني تصادم مع الريف وريف قوة جماهيرية واسعة وفاس الانتخابات بالتالي قدروا بالقوة بتاعتهم الديمقراطية يخرجوا الحزب الشيوعي من البرلمان ونحن هنا ما بنغيم وده أدى إلى نتيجة إنه يحصل انقلاب في سنة التسعة وستين شوفي خراج الحزب الشيوعي كان في خمسة وستين بعد ثلاثة أربعة سنوات يعني بعد اكتوبر بي سنة بعد ثلاثة أربعة سنوات حصل انقلاب نيميري ونيميري كان انقلابه اشتراكي ونيميري جاء أجين مرة تانية انقلابه إنه ضرب التنوع والقبائل والطواف من الممارسة السياسية بالقوة بالعنف بالبندقية وفي نفس اللحظة الصدام مع البنيات المدنية المغايرة في المدينة نفسها يبقى نحن سنة بنتحدث عنه المدنية والأفندوية هي هي التي تساند كانت ويجيب الانقلابات العسكرية الريف كان عنده القوة الجماهيرية بالتالي لم يشارك لم يصنع الانقلابات في ناس طبعا بيشاركوا الفصل طبعا فصله أكاديمي أحيانا كثير جدا المدينة موجودة في الريف والريف موجود في المدينة ده شي طبيعي جدا التداخل يعني المدينة المدينة بتمشي للريف بتجارتها وبمصانعها الحديثة وبفهم الحديث وبمدارسها الحديثة ولكن برضو الريف بيجي المدينة برضو بتجارته بمنتجاته الحيوانية وبمنتجاته صمغ العربي وبمنتجاته الزراعية بيجلوده بحاجاته اللي بيعرف يصنعه في الريف بيسمنه بكل شيء بيجي المدينة ويغزو المدينة وليس هذا فحز بيغزو المدينة برضو سياسيا لما يحصل برلمان دموغراطي اللي بيحصل شنو بيجوك ناسا الريف البرلمان الغالبية الساحقة بتكون بيجوك ناسا الريف لان الريف موجود في المدينة نفسها مش الريف هو خارج المدينة بس يعني بعد ذاك كمان مشكلة بس لما يحصل انقلاب عسكري برضو الريف هو اللي بيرفع السلاح دائما في جنوب السودان ويرفع السلاح في شرق السودان ويرفع السلاح في دارفور ويرفع السلاح في جبال النوبة وهكذا الريف دائما موجود طبعا ودائما عنده القوة والسطوة ودائما السورات بتبدأ من الريف عكسي تصور الناس بعد ذاك بيحتكروها ناس المدينة لانه بس يعرفوا تكلموا بسمالك بعدين سورة ديسمبر 2018 حاجة دي سورة قديمة جدا دي سورة الشعب السوداني وأول ما بداها بداها الريف في الحقيقة ودفع تكلفة كبيرة جدا من الدماء والضحايا ونحن هنا ما بنغيم قلنا بنحاول نوصف الحالة وأنا ذاتي شخصيا فيزيكالي طبعا من المدينة يعني أنا يعني إذا حدست عن نفسي عشان الناس يزحوا من الاتهام يعني كأننا لنبدافع عن الريف وبدافع عن بنيات الريف بيبدو أكذا إنما أنا لا ليس كذلك إنما أنا في الحقيقة فقط وأنا لسه بشي إنما أنا بوصف في الحالة وبنوصف في الحالة وبعد ذاك بنحلل الحالة وبنفسر الحالة قلنا عشان يحصل شنو عشان بعد ذاك نلقى الحلول ونلقى صيقة للعيش السلمي المشترك لشعوب السودان لنا كلنا لقاة السعدي ما عمناها يعني الصدام بتاع المدينة والريف ده صدام حامي ودامي جدا معلومة تانية مهمة جدا جدا إنو نحن بنحاول نشرح المدنية يعني شنو مدنية وشنو مدنية مدنية الله أحذر بس قلنا بنحاول نشرح المدنية وشنو مدني مدني أو كشعار وكهتاف جديد الهتاف ده قديم وموجود بشكل أو آخر يعني ما بالضرورة بيسيقته ده لكن كان دائما موجود ده نجل ما قلت لك بداه وان ما بداه أحمد خير المحامي ومعلومة مهمة جدا جدا إنو في الحقيقة المدنية بمعنى المتمع المدني إنو الاحتكار ده مفترض الاشتباك ده نفكه بالحقيقة المجتمع مدني في الريف والمدينة يعني المجتمع الموجود المدني المسمى مدني الموجود في المدينة المكون من النغابات والنوادي والاتحادات النغابات المهنية والنغابات الطلابية والاتحادات الطلابية والنغابات الحقوقية والنسوية عنده مقدرة كبيرة جدا على الضغط وعلى تحقيق أهداف أعضاو في العيش وفي الرفاهية وفي بالتالي الضغط على هياكل ومؤسسات الدولة ده مهم جدا لذلك الجماعات دي ما بتحترف بالمدنية الريف الريف برضو مدني المجتمع مدني بمعنى أنه المجتمع المدني الريفي المدني دي نحن هنا بنعني بها أي جماعة سواء كانت هيكلية أو غير هيكلية يعني منظمة أو غير منظمة أي جماعة فاعلة وموجودة في الواقع هي منظمة أو جماعة أو نغابة مجتمع مدني يعني زي من كيانات القناة دي المدينية دي الساكنة المدينة دي بتشتغل من المدن دي في الغالب يعني إنه الريف في الحقيقة كيانات دي برضو مدنية وما في قلنا المرة الفاتتة كلها كيان عنده منظومة الغيمية بالتالي ما في منظومة غيمية أفضل من التانية صحيح دي كيانات قديمة وأصيلة وبتبدو طبيعية لكن عندها قيمة النبيلة وقلنا المرة الفاتتة بتتمثل في منظومة غيمة جسدانية وغيمة روحانية عندهم غيمة نبيلة جدا وعندها للمنظومات الغيم دي كلها عندها مسالب من منظومة المدنية عندها برضو مسالبة زي ما عندها محاسينة من مسالبة قلنا المرة الفاتتة هي الأنانية والاستقلالية لأن دي منظومة غيمة الأنا الفردانية وعال إنه منظومات الريف منظومات النحن دائما الناس كتلة واحدة بتقعد وتقوم مع بعض ودي كتل تاريخية موجودة عبر التاريخ وعندها نظامة وعندها طريقة في الحياة وعندها مقدرة على التأثير في الدولة وقلنا عندها شعيرة وعندها أدابة وعندها كل شيء وعندها أكلات وعندها رغصات الخاصة بها في كل أنحاء السودان مع اختلافات مقدارية ليس إلا طيب مدنية مدنيا المرفوع الشعار المرفوع ده أسح في الحقيقة أنحنا المرة دي في الختام هنجلي حتة مهم جدا المرة لازم ننتبه خلاص داكسر دي عام كده خلونا نرجع عليكم أنه كلمة مدنية أجات مع يعني الكلمة مدنية اللي انطلغت في أواخر أيام شهور السورة السودانية أول بدايات السورة إنها وصلت غيمتها السورة السودانية انطلغت كلمة مدنية لسببين أساسيا جدا جدا السبب رغم واحد إنه عشان تكون مضادة للعسكرية ولكن ليس للعسكرية مطلقا لا لأنه الشباب المديني ده عنده إحساس وكمان الكيانات الموجودة في كل أنحاء السودان شوان كانت حركات مسلحة وسلمية جميع السوداني عندهم إحساس بأن الجيش هو في الحقيقة ما جيش وطني ما مؤسس احترافية لإنما هو جيش جماعة حزبية محددة بالتالي السعار ده قاصد الجماعة الحزبية المحددة المسيطرة على الجيش مدنيا يعني إحنا ما دايرين يعني التعريف اللي قلت لك جبال دا إنه المدنيا وإشكال كثيرة جدا إنه دا إنه إحنا ما دايرين عساكن لكن في الحقيقة ما في دولة بدون عساكن يعني أما كلمة الدولة المدنية دي طبعا دا كلمة خاطئة لأنه ما في دولة مدنية في حكومة مدنية لكن ما في دولة مدنية لأن الحكومة هما الجهاز من أجهزة الدولة سنام الدولة لكن دايما أي دولة عندها مؤسسات عسكرية بتحمل السلاح ومفترض أنها بتحمي الدستور والحدود بتاعت البلد بالتالي الدولة نفسها لا تستطيع أن تكون مدنية إلا مجازا لكن في الواقع ما ممكن ما في حاجة اسمها دولة مدنية أبدا دا هنا بقول شنو إنه في الحقيقة مدنية وبتعني إنه نحن ضد الجماعة العسكرية المحددة لأنه في الماضي لما نرجع للانقلابات السابقة كانت جماعات المدنية لنفسها كانت مؤيدة لانقلابات أخرى يعني مؤيدة لعساكر آخرين لكن المرة دي لأنه في طبعا نظام سابق وإنه النازل تضرروا والشعب عنده شعور تضرر من النظام السابق دا النظام السابق دا عنده جماعة عسكرية الناس دا شعورة يعني نحن ما بنقول دا حق والله باطل إنه نحن بنحاول نشوف إنه الرياكشن بتاع الناس هو فهمهم لمدنية دي شنو القطاع العظم منهم بعد ذاك الحاجة الثانية إنه في الحقيقة مدنية بتعني إنه دائرين حكومة يعني تكون غير عسكرية وتكون خالصة يديروها يعني في المرحلة الانتغالية يديروها شباب وشابات مدنيين غير عسكريين بالتالي هي مدنياو لكن دائما مدنية دي دائما ملتبسة لأنه بعد ذاك دا بس بيعني كده لكن استراتيجيا في الحقيقة إذن مدنية دي يعني شنو نفك الاشتباك دا إنه دا ما للحظة دي إذا تحققت مبادئ المرحلة الانتغالية وإنه حصل تحول ديمغراطي ابقى المدنية الدائرين نحن شنو المدنية المفترضة الدائرين نحن إنه في الحقيقة دائرين وعي جديد صيغة للعشة السلم المشترك تستصحب الناس جميعا بكياناتهم الحديثة القائمة على الاقتصاد الحديث والمصانع والمؤسسات يعني القناة إنشاءال إنجليز وتطورت وصنعت طبقة الأفندية الفيناة بقى طائفة المثقفاتية لأنه قناة المرة الفاتذة بأنه المثقف ده بديل لكلمة أفندي لسبب بسيط جدا جدا في الحقيقة كان الزمان أفندي دي مفخرة وإنه الناس بتشكر أولادها وبتسمي نفسها قليل فرح أفندي والأفندي حاجة مهمة جدا جدا بتعني الحداسة وبتعني التمدن وغيره لكن الأفندي كان لازم يكون شغال في مؤسسات الدولة لما بجت الجامعات تخرج تمية أقلة من الأعداد ويكون هم عاطلين عن العمل ابقى ما بقدر يسمي نفسه أفندي وقاموا جابوا البديل لأفندي المثقف زون ممكن يكون عاطل وقاعد في بيته وبيدوا صفة المثقف وديبعد ذاك بيقى طائفة واسعة في الحقيقة قاعدة تنقسم معظمة بتنقسم مؤيدة للتيارات الحديثة يعني تيارة الاشتراكية وتيارة الإخوان المسلمين معظمة والتيارة السلفية أيضا يعني دي المعظم هم بكونوا واكفين عشان كده لغاية السعى الحملة بشعة لغاية اللحظة ضد مرموزات الريف وضد مرموزات شعوب السودان وضد أدب السودان وضد طواف السودان وضد شنوه ضد مشاركتهم في وسائل الإعلام وضد إبراز فنون بل محاولة خيل منها يعني الناس ذاتهم البيو فيزيكالي من الريف بيخجلوا من مرموزات شعوب السودان وجونا المرة الفاتتة ده خطأ جسيم وكبير جدا يعني المرموزات وآداب وفنون وأشعار السودان دي هي دي يعني بتحمل جواها إرسنا وتاريخنا وبتحمل غيامنا نحن في الحقيقة لازم ما نخجل منها ولازم ناخد مسافة منها ونعايلها كطلكلور وإذن في اللحظة ضيبنا استمتع بيها ونلقى منها الحكمة والغيم بدل نفيا لذاتنا يعني وطبعا الفصل ده فصل أكاديمي نحن أي زول جوانة ونالمرة الفاتتة يعني ما في زول عشائر بتشوفه ماشي في الشارع بس يعني بالضرورة لا في الحقيقة العشائر ده موجود جوانة كلنا بدرجات مختلفة والروحاني الغيبي الصوفي ده موجود الدرويش ده موجود جوانة كلنا في الحقيقة جوى الزول والزول المتمدن برضو موجود جوانة كلنا والزول ممكن يكون في الريف ومتمدن ومتحضر أفضل من الزول الموجود في المدينة والناس الموجودين في المدينة ممكن يكونوا في نفس اللحظة شنوه إنهم هم في الحقيقة ريفيين وعشائريين وغيبيين أكثر من الناس الموجودين في الريف وهكذا يعني العكس بيحصل وبعد ذاك في ناس طبعا بيكونوا بيور عشائريين وفي ذول بيكون غيبي عشائري وفي ذول بيكون مدني غيبي عشائري وفي ذول ممكن يكون مدني بس بمعنى إنهم امتسل قيم الحداثة الحديثة بمعنى مدني دي مدني دي أنا قلت لكم القبسة وجائطة جدا يعني دائرة في المرات الجاية يعني شرح أفضل مننا هاختم بحاجة مهمة جدا جدا إنه إذن مدنياو في ناس كمان بيقول لك شنو بدل الدولة العلمانية بيقول لك الدولة المدنية يعني إنه الدولة تبقى مدنية ليه لأنه في الحقيقة إنه في الحقيقة هو عايش شنو من الدولة المدنية جواها المحتوى بتاع الدولة العلمانية لكن تلطيف لكلمة العلمانية لأنه تم تشويه داخل الصراع لأن الصراع كان بين الاشتراكيين والناس الدعين للدستور الإسلامي كان عنيف جدا جدا واستخدم فيه جميع الوسائل بتحت الشتائم والتصريات الجسدية التصريات المعنوية بل والتصريات الجسدية والدماء بالتالي تم تشويه كلمة العلمانية الناس بيحاولوا يعني والعلمانية بمعنى إنه شنو فصل الدين عن الدولة الناس بيحاولوا يلقوا طريقة لأنه يخففوا الوقع بتاع للآزام لكن لازم تشوف ملاحظة عجيبة جدا جدا إنه دين ناس الريف والاشتراكين نفسهم تسموا الدولة مدنية بدل العلمانية لكن لما تمشي للريف الحاصل شنو؟ لأنه القبيلة قولنا شنو؟ والعشيرة وشعوب السودان قاعدة تعمل حاجة مهمة جدا جدا قاعدة تأغلم نفسها مع الحداثة مرات أكثر من المدينة يعني أكثر ناس ينادوا بكلمة علمانية بدون ما يقولوا مدنية وبدون مواربة وما ناس الريف هم الحلو عبدالواحد دين ناس منطلغين من الجبال شفت كيف؟ من الريف العميق ده من جبال النوبة وده من جبال لارفور وبيقولوا شنو بدون مواربة وبدون لفوا دوران بالعلمانية ورافعين غيم المواطنة وغيم حقوق الإنسان بشكل عالي جدا ومنطلغين من الريف شفت الريف السحيق وبمثلوا غطاعات ما فيها أصلا بنيات مدنية حديثة بالمعنى الكامل للكلمة وبمثلوا بنيات عشائرية من شعوب السودان الأصيلة ذات الغيم الأصيلة وبعد ذلك هم منسجمين جدا مع نفسهم وجماعتهم علمانية وطبعا نحن في السودان محتاجين لأكثر من العلمانية لأن العلمانية إذا كانت فصلة دين عن الدولة المرة دا رأي الشخصي فصلة دين عن الدولة نحن في السودان مفترض أنه نحن كلمة علمانية دي أصلا كلمة بتخص أوروبا وحدها لأنه لما جاءت المرحلة بتاعت إنه دولة المواطنة وكان لازم يفصل الدين عن الدولة كانت أوروبا تخلصت من مشكلة العرق وتخلصت من مشكلة مهمة جدا مشكلة العرق والتاريخ يعني ما عندها رشح بتاع أنه الناس مقسمة على غبائل وما كان عندها رشح تاريخي يعني بتاع أنه الناس لابد عندها يصول محددة حضارية محددة ترجع اللي هذا كله تخلصوا مني بالتالي كان عندهم أمامهم مشكلة واحدة هي الكنيسة فأقلقوا لازم يحلوا مشكلة الدولة الدين والدولة بأنه الدين يكون قاعد في المجتمع والدولة كمؤسسة إدارية تكون يعني تدار بطريقة يعني شنو موضوعية وعلمية ما غيبية ولا روحية البحثة أنه عندنا في السودان إنه برضو عشائر السودان العرق عندنا برضو مشكلة أنه العرق تتولد عنه أحزاب سياسية قلنا ما في مشكلة تتولد لكن المفترض بأنه ما في عرق يصبغ صبغة الدولة باسمه وما في زول يصبغ الدولة باسم حضاري محدد يقول دي دسي النار ويقول دي نحن مرجعتنا في كوش دي ما ما عرغ المرة دي حضارات ولا في زول يقول الدولة أفريغية أو الدولة عربية إنما الدولة مفترض هوية معروفة هوية هي اسمها جمهورية السودان هوية غانون بالتالي الدولة مفترض تكون دولة بلا هوية وبلا هوية دي ما تخوف الناس دي معنى أنه دولة الغانون بالضبط تقول دولة الغانون ودولة العيش السلمي المشترك يعني دولة ما عندها صبغة بتاعت هوية من هويات المجتمع لا هوية عرقية ولا هوية دينية مذهبية ولا هوية تاريخية لأنه جميع الهويات دي مشكلة لما تصبغ الدولة بصبغتها في المرة بطوالة بتضرب التنوع وبتحصل نفس المشاكل الدائرة العدمية أن نحن كنا عايشينها أنا بفتكر إذا حاولت أشرح بقدر الإمكان يعني آفاق المدنية في السودان وأشرح سينه مدنياو وقلت بأن المدنية في الحقيقة في الريف وفي المدينة على حد سواء وأن البنيات المدنية وأنا عارف ده فهم معمج جدا وقد نشرح المرة الفاتحة قلنا أن البنيات المدنية هي أي حاجة خارج إطار الدولة أي منظمة أو نغابة أو أي كيام من الكيانات أيا كانت طائفة طريقة صوفية عشيرة أيا كانت أي بنية فاعلة حتى النفير نفسه دي بنية بتاعت مجتمع مدني حتى الجنازة شعائر الجنازة دي ذاتا بتحصل دي بنية بس غير هيكلية دي كلها بنيات مجتمع مدني بالمناسبة كلها بتعمل خارج الدولة وبتأدي أهداف لبقاء ومعاش وأمن الناس ورفاهيتهم جميع البنيات دي بالذات في غيابة دولة الحديثة دولة المواطنة لغاية سحنا مصنع عنها دولة المواطنة دولة الخدمات لغاية السعودية ما بقت إحنا لغاية سمحتاجين لجميع بنيات المجتمع الفاعلة سواء في المدينة أو الريف ولا حد سواء والفصل ده طبعا لنا البعمل القوي ده ده بس للتوضيح الأكاديمي في الحقيقة الإمور متداخلة وزي ما قلت لك الريف قاعد في المدينة والمدينة قاعدة في الريف ونحن كلنا مع بعض يعني الجوطة الحاصلة في السودان دي محتاجين فعلا إنه نبعد مع بعض ونحللها ونففكها ونعايلها بعمق عشان نعمل فيه صيغة للعيش السلم المشترك ونعمل دولة تسعنا كلنا وأنا أظن طولتها آسف إذا طولت وإذا ما في حاجة واضحة في المستقبل أنا أعيدكم في الحلقات الجاية أحاول أجاب على الأسئلتكم بس أنا ما شايف أنا مع التورانور طوالي بس في زوم يعني ما شايف أي حاجة أنا كده بعتقد أن الحلقة دي كفانة وشكرا شكرا شكرا لكل الناس المتابعين ومحبة أكيدا الله يديك العافية حبيبنا وأستاذنا محمد كوالدين المتابعين الكور المتابع نفس الرزم بتاعك نفس السرعة بتاعتك نفس سلوبك نحن مستمتعين لو غيرتوا أنها برضوا متابعين دا كلام جميل وأنا سعيد بكم جدا بالناس الشوية المتابعين معنا دائما مهمين جدا لأن الموضوع صعب جدا ومعقد جدا وأنا عارف أن الظروف ومشاكل والسودان سوف يكون قهربة قاطعة وفي مشاكل نتحملها في هذه المرحلة كلنا إن شاء الله وأنا ذاتي بجي السودان قريب أشانا ميقول لك السودان دا قاعد برنا لو ما كرونك هنقاعد معكم هناك حتى لو يعني بكل الظروف دي حنجي إن شاء الله ونقعد مع بعض وساهم كلنا في تحمل الظروف وفي صناعة بلد جميلة يعني فعلا نفتخر بها ونعمل العيش كريم لأهلنا فعلا محبا أكيدا شكرا لك الله يزديك العافية شكرا لك شكرا لك